ارتفع إجمالي لقصات المباشرة في شركات التأمين إلى أكثر من 340 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وارتفع إجمالي لقصات المباشرة لفرع التأمين على الحياة العام الماضي بنسبة 6.6% في حينما فرع التأمين الصحي بنسبة 5.6% ويستعد قطاع التأمين في سلطنة عمان الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 1.4% لاندماج جديد يتم بين الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية